مشروعك حلمك فين؟ تحلم بإيه؟ هقول حلمي أنه للأسف أنه في ناس أخدت فكرة أنه أحياناً المطرب عشان يبقى مطرب ممكن ما يبقاش بيفكر كويس ما بيتكلمش كويس ما بينشرش عن نفسه معلومات كويسة لا أنا حلمي أنه أنا أوري الناس من المطرب ده شخصية مثقافة متعلمة ليه عندنا مطربين عظيمة؟ طبعاً طبعاً ونفسي أنه كمان جيلنا كمان يبين ده وبحلم كمان جداً أن أنا أغني قدام سيادة الرئيس ده بجد أعيس تغني قدام سيادة الرئيس جداً ونفسي أغني في احتفلات أكتوبر في احتفلات بس بس تحلم مشروع وسيادة الرئيس ما بتأخرش عن أي شاب مصري أبداً تشوفت آخر مرة في افتتاح مدينة المنصورة الشابة اللي وقفت قدام سيادة الرئيس لها الحلم ده وهو موجود نفسي أكون مطرب في احتفال رسمي كبير يعني احتفال مصر احتفال بلدي واغني قدام سيادة الرئيس والله أنا وعدتك بحاجات كتير بس دي نحاول برضو يعني نبعد صوتك ونحاول فيها يعني ليه اخترت انك نفسك تغني قدام سيادة الرئيس أنا كنت بعشاء احتفالات أكتوبر طول عمري وبشوف انه شرف انك تغني للبلد وتغني قدام رمز البلد وسيادة الرئيس عرفتها سيسي الراجل مش مأثر طيب ما توقف على المسرح قولي الأغنية اللي انت عايزها وكلها اكيد سيادة الرئيس هيشوفها ايه رأيك؟ الحاجة اللي انت ليفسك تقول طيب انا هغني لحضرتك من غير مزيك اللي قلل الفرقة ما تعرفش الغنوة دي غنوة انا مغنيها اسمها صدق عينيك عن الانجازات اللي حصلة دلوقتي نصدق عينيك انت شايف دلوقتي اللي بيحصل طيب اي رأيك بردو تغنيها وانت واقف على المسرح من غير من غير الفرقة اوكي تحب تغنيها براحتك طيب اوكي من غير مزيكة لسه الأول اوكي بلدك امانة وكل واحد مني لا لهضور زابط مهندس صحفي او دكتور ويا كل حد تمنى لي نشر الحلم عاش كمل وشاف النور بلدك امانة وما فيش مجال دلوقتي لاستسلام جه وقت في تتحقق الأحلام شوف المباني تصد عين الشمس وحنبني لسه الميت سنة لقدام صدق عينيك الدنيا والناس كلها بصين عليك شوف اللي حققته بصبرك وبأيديك ودي مش غريبة عليك يا مصري من سنين إنك مفيش ولا حاجة تقدر يوم عليك في قيد بيت ابني والتانية بيت حارب الكل شاي البلد وجوه العين وقدرنا نبني في بلدنا تاني بلاد في العاصمة وجلالة والعالمين الله 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 يعني أغنية حلوة عوي دي كلمات شعر شدي شديد وألحاني وتوزيع عمر بؤد وبتمنى فعلا أن أنا غنيها في احتفال رئاسية إن شاء الله مين عارب إن شاء الله ده يحصل إن شاء الله ده يحصل